اشتركوا في القناة ويعتني بابو المطرب عقليا اضافة لنقطة اعتبر جدا مهمة هو من افضل الخياطين خياط مشهور جدا فبيروح لحتى يخيط فاستنزفها في خطيبة صديقه المقرر وهنا تحديدا يا صديقي احداث هذا المسلسل والحبكة كاملة بتدور ما بين هاته 3 اشخاص وبتبدأ الاسرار تنكشف وحده وره وحده والاحداث بتتقدم نبدأ من دون اي تأخير بايجابيات هذا المسلسل الايجابية الاولى انه هذا واحد من افضل المسلسلات على انه فيه بعض الاشياء يلي بالنسبة لي ما كتير قوية ولكن ومع ذلك هذا يعتبر من افضل المسلسلات التركية يلي ممكن انك انت تشوفها لانه ومع الاسف شديد لحد الان فيه فكرة مترسخة ببال كتير من الناس ان المسلسلات التركية هنا مسلسلات 40 و50 و60 و70 و80 حلقة كل حلقة مدة ساعتين مسلسلات نحن ما ممكن نشوفهم لانهن قصص رومانسية قصص كتير بايخة نحن ما ممكن انه نشوفها مهند النور لسه هي الفكرة مترسخة في بال الكثير من الناس ولكن هذا الموضوع بلش انه هو يتغير تقريبا من الفين وتبنتاش وتحديدا مع مسلسل او الذين لا يعيشون اجا بفكرة جديدة كمكوة من موسم واحد اخراجيا تمثيليا كل شيء كان بيوحي انه هذا شيء مختلف عن الدراما التركية اللي الناس كلنا بتعودين عليها وفعلا من بعد ذلك المسلسل بلشوا المنصات يهتموا اكتر في الدراما التركية لحد هديك السنة واللي قبلها وهي السنة تحديدا الكثير من الاعمال التركية على منصات جدا معروفة وجدا قوية فعلا عبيعطونا اسص جميلة جدا وهذا المسلسل بالنسبة لي من احد افضل الاعمال اللي ممكن انك انت تتفرج لحتى تغير نظرتك دي موضوع الدراما التركية النظرة لما ترخصها ببالنا بتعرف منصة ستارز بلاي ولا ما بتعرفها يعني لازم كل بتعرفها ولازم بتعرف انه هاي المنصة من اقوى منصات في العالم اش رأيك اني انا جايب لك عرض مجاني لمدة سبع ايام بهاي المنصة كل اللي عليك وببصاصة شديدة انك تنزل لتحت على الوصف بالرابط اللي موجود او اذا بدك تطلع على الكومنتات راح تشوف رابط مثبت باول كومنت بتدخل عليه بتختار البلد اللي انت موجود فيه بتدخل رأي موبايلك وانتهى الموضوع بابسط شيء ممكن بالعالم الاشتراك رح يكون موجود بجابك موضوع كتير بسيط مجاني ما حياخد معك اكتر من 40 ثانية طيب اشو هو الشيء اللي بيبيز هذا المسلسل نبدأ مع الشغلة الاولى واللي هي اكثر شيء ملفت بهذا المسلسل وهذا الطبيعي بيحكي انه نحنا عم نحكي عن بطل المسلسل شخصيته بتكون خياط فبالتالي طبيعي جدا الازياء المستخدمة في هذا المسلسل تكون ملعوبة بطريقة ممتازة يكون في لمسة خاصة بهذا المسلسل كل فريم بيطلع جديد يكون في عنا ازياء مختلفة لبس فعلا انت تطلع هيك تقول انه هذا المسلسل فعلا بيتميز في هاي النقطة برجع بعيد وبأكد انه بالاخرين احنا بنحكي عن شخصية البطل هي خياط فطبيعي انه يكون في عنا ازياء وهون المخرج بصراحة عمل هذا الموضوع بطريقة ممتازة وبما انه ذكرنا انه المخرج توفق في موضوع الازياء نازم كمان نأثني عليه اكيد في الكثير من النقاط الازياء مثل ما حكينا مواقع التصوير ذات نفسها اللوكيشيراتي اللي اخدها كلها بتوحي بشيء جميل بيعكس القصة الموجودة عنها وخلفية الشخصيات يعني كل شيء تم اختياره بعناية شديدة فعلا لحتى يوصل لنا الصورة وتكمل يعني انت اليوم في عندك احجية هاي الاحجية بتكون مكونة من عدة اشياء وحدة من هاي الاشياء اكيد اماكن التصوير لحتى تعكس القصة تعكس الشخصيات طريقة تفكيرهم واشو القصة عبتحكي تعكس الحبكة الموجودة عندك في هذا المسلسل وفعلا هذا المخرج عرف انه هو يختار اماكن تصوير جيدة جدا مناسبة لهذا العمال اضافة اكيد للسينماتوغرافي اللي موجود بهذا المسلسل الكثير من اللقطات المستخدمة الغريبة في شيء مميز بهذا المسلسل بالذات وقت اللي بكون في عنا مشهد فيه توتر الكاميرا ترجع من دون ترايبود من دون جيمبل بيمسكو الكاميرا بايده بتصير بتهز هذا الافكت اللي عبيعطوه يلي عبيعملوش لحركة الكاميرا بتتحرك بسرعة ومع التوتر اللي موجود كله بصراحة بيعطي كمان جو جميل جدا كل هاي الامور كانت ولا شيء لو لا المسيئة المستخدمة المسيقة التصويرية بهذا المسلسل يلي كانت طرب يا اخي طرب هاي المسيئة على الاذن والتحديد وقت اللي بيدخله الجو التركي يعني مسيئة تركية وقت اللي بتدخل المسيئة التركية اللي في بعض الاحيان بتكون شعبية بصراحة جميلة جدا مناسبة كل هاي الامور اخراجيا بصراحة ابنع المخرج في هذا المسلسل ما ممكن انه نحن نصفه اكتر من هيك نتقل للنطق اللي بعده واللي هي اكيد التمثيل بصراحة الممثلين اللي قاموا بادوارهم بهذا المسلسل جميلين جدا 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 نبدأ في البداية ونأثني اكيد على الممثل اللي قام بشخصية مصطفى ولا احلى من هيك بصراحة مبدع بالنسبة لي هو بطل هذا المسلسل من ناحية التمثيل متقن شخصيته بطريقة غريبة اخي بتقتنع انه هذا الانسان معه اضطراب عقلي يعني شدون هذا الانسان بالحقيقة انسان طبيعي فعلا بتكون انت مستغرب على قد ما هو متقن دوره فموضوع الاضطراب العقلي يعطيني بافضل طريقة ممكنة ما ممكن اي انسان ان افكر انه يعطيني الدور بطريقة افضل من هيك بصراحة وصل للليفل الاعلى لهذا الدور تحديدا وما ننسى اكيد الممثل شاداش اللي قام بشخصية الخياط هذا الممثل انا شايف له اكيد مسلسل في الداخل واذا انتم متفرجين عن مسلسل في الداخل او مسلسل اتشاردة فانتم بتعرفوا هذا الانسان شاد قوي هذا الانسان كتير تمثيله جميل مهو طبيعي ابدا وهذا المسلسل بيرجع باثبت مرة تانية انه عنده دور ممكن يقدمه مختلف عن الادوار السابقة وفعلا دوره في هذا المسلسل مختلف عن الشيء اللي قدمنا نياه من قبل وعطانا نياه بطريقة ممتازة واخص بالذكر المشاهد اللي بيكون فيها متوتر وايدو بتبلش ترج ولا احلى من هيك انا كتير توترت معه لدرجة انه في احد اللقطات او في احد المشاهد عملت سكيب والله على قد ما توترت متحمد اكمل المشاهد عملت سكيب على قد ما هو يعني متوتر بطريقة غريبة وقت اللي اتوقع بالحلقة الخامسة وقت كان في المشغل فوق وحطت الاماشئ الحمراء وبدو يقصه وايدو كانت عم ترج معه بحسن بيقصه وفعلا انا توترت معه كتير توترت معه فبالتالي تمثيله اي صراحة جميل جدا عيطي جو ولا احلى من هيك نروح للممثل اللي قام بشخصية ديمتري يلي بصراحة هذا الممثل شخصيته فيه جانب نحن شفناه فيه غير مسلسل اذا انتم تفرجين عن مسلسل جدا معروف بالمناسبة معروف بالتركية اللي هو كيراليك اشك او معروف كالنسخة المدبلجة اللي هو حب للايجار اذا بتذكروا هذا الممثل العمل الشخصية في هذا المسلسل سينان شخصية سينان هديك الشخصية كانت كتير بتشبه الشخصية الموجودة معنا في هذا المسلسل لدرجة اني انا وقت اللي شفت شخصيته من اول حلقة عرفت ان هو راح يابدع في هذا الدول لانه هو ممكن تقول انه متعود على هذا الجانب من هاي الشخصية الفكاهية اللي بتحسه بايع الدنيا وما فيها اللي حنده شريك اللي هو بيكون رفيقه هاي الشخصية يلي انا يعني شوفه بحسه انه هو شيء جيد جدا اتقن الدور بطريقة ما هي طبيعية وانا كي بنفس الوقت انا كم انسان متفرج على هداك المسلسل بحس انه في تكرار بالشخصية بس اذا انت ملك متفرج على حب للايجار ما هيكون عندك اي مشكلة انك انت تستمتع في هاي الشخصية الجميلة جدا وطبعا ما ننسى ادخال فكرة انه نحنا في عنا الكثير من الممثلين الرئيسيين او الشخصيات الرئيسية يلي ما لون اتراك فهاي النقطة كانت تحسب كمان انه هنين اضافوا شيء جديد اللهجة المستخدمة واضح انه هنين ما لون اتراك متعلمين تركي فهذا الموضوع كمان نعمل بطريقة ممتازة بعد كل هذا الكلام يا صديقي بدك تجي تسألني سؤال كتير مهم هل هذا الكلام كله بيعني انه المسلسل ما كفيه ولا غلط يعني المسلسل كان كامل متكامل جوابي اليك هو لا في بعض المشاكل الرئيسية اللي كانت موجودة بهذا المسلسل يلي بالنسبة لي كانت مزعجة جدا قلت لكم في بداية المراجعة انه المسلسل بيحكي عن قصة الخياط او عن شخصية الخياط اللي هو خياط مشهور جدا وهنا تكمن المشكلة انك انت عرفت لي هاي الشخصية وبالذات انه من بداية الحلقة الاولى فورا فورا فرجيت انه هذا الانسان عنده عرض ازياء وانسان واضح انه عقله سيب الدنيا كله من ناحية الخياطة ووضع انه هو انسان ما هو طبيعي ابنا في هذا الموضوع مصمم ممتاز واخص بالذكر المشاهد اللي كانت تطلع ودليل يكون هو قاعد وقدامه في هذا المانكير اتوقع كاسمه مانكير بيقعد وبيتخيل منظر الفستان اللي هو بده يصممه قدامه بيقعد بس هيكي بيشوت فيه وعن طريق افكتات معينة في المونتاج تبع المسلسل بيطلع انه هو بيتخيل هذا الفستان فبالتاني انت عرفت لي هاي الشخصية لانه هو الخياط يلي ما في منه طيب ليش ما فرجيتني شيء من هذا الموضوع يعني انت عرفت لي عنه الشخصية هيك وانسيت موضوع الخياط على الطرف احطي ليه على الطرف واعطيني قصة درامية بعيدة عن موضوع الخياط فهي من نسبة لي كانت مشكلة انك انت تعرف لي عن هاد المسلسل عنه هو بيحكي عن خياط بشهور اسم المسلسل الخياط ولكن انت ما فرجيتني قوة هاد الخياط بالسوق على سبيل المثال عنده شركة معينة هاي الشركة بتدخل بصراع مع شركة منافسة تانية فمشوف توتره في انه هو بده يلحق يعمل تصاميم ولا ما حيلحق يعمل تصاميم فرجيني لانه بموضوع بطريقة اكبر ولو كنت بدك تكتر لي حلقة زيادة يعني يوم المسلسل ميكون من سبع حلقات طبع عمل لهم 8 حلقات وفرجيني هاي القصة الجانبية على مدار الحلقات كلهم فهو انت بالتالي كسبت قصة جانبية ومرا روحت لي فكرة انه انت عب تحكي عن خياط ولكن هاد الخياط ما شفت انا شيء له علاقة في خياط فهي النقطة كانت مزعجة بالنسبة لي على انه منها ممكن يجي واحد هلا قوي يقلي يا طريق المسلسل ما عب يحكي عن موضوع الخياط عب يحكي عن قصة ما لعلاقة في هذا الموضوع قصة درامية انه نحن فيه عنا شخص وفيه عنا رفيقه وفيه خطيبة رفيقه وقت اللي هو يستلم في ستان خطيبة رفيقه وخطيبة رفيقه تدخل فيه مشكلة مع رفيقه يلي بيكون هو فعليا معنف للنساء فبتصير هاي الاحداث فنحن عم نحكي عن موضوع ما له علاقة في الخياط هو شيء جانبي وهي المشكلة انك انت كان عندك عنصر ممكن تستفيد منه لحتى اول مسلسل اكتر وقت نروح على الطرف يلي انعطى من خلال هدا المسلسل شخصية ديمتري يلي بيعنف خطيبته وخطيبته بتضطر انه هي تهرب من عنده وتروح لحتى تدخل عند شخصية الخياط لعنده على البيت ولحتى تعتني بابوي يلي عنده مرض عقلي ومن هون بقى الاحداث تتمشي وحده وراء وحده ما بنا ندخل اكيد في الحرق فالقصة بحد ذاتها فيها بعض الاشياء المتوقع يعني انت اليوم كان اهاية للمسلسل متوقع انت ايش داي يصير في الكثير من المشاهد اللي كانت متوقعة او الاحداث اللي كانت متوقعة انه صار هيك معتا حيصير هيك صار هيك معتا حيصير هيك فالمسلسل اللي وقع في هي المشكلة وهون كانت مشكلة كتابية فبرجع بعيده بأكد انه هنا كانوا ممكن يختصروا من هاي الامور او يضيفوا العنصر التاني او الموضوع الخياط والمنافسة والشيء اللي حكينا علي قبل شوي هون كان يعملوا اتزان ويعملوا مسلسل فعلا افضل من الناحية الكتابية اضافة للنقطة يا صديقي تعتبر جدا مهمة انه من المتوقع هذا المسلسل يكون له موسم تاني ما تم الاعلام بشكل رسمي من نتفليكس ولكن بالنسبة كتير كبير هذا المسلسل رح يكون له موسم تاني بحكم النهاية اللي انتهى فيها المسلسل وبالذات انه في الكثير من الاشياء اللي ما تم نكشف عنها في الكثير من الاسراء اللي ما تم نكشف عنها فقد تعرفنا رؤوس اقلام من دون ما ندخل التفاصيل فضروري وجود موسم تاني لحتى نفهم هاي الاشياء بصراحة هي كمان كانت مزعجة بالنسبة لي ولو ما بدهم يحرقوا كل شيء حتى يدركوا شيء للموسم التاني اكيد ولكن يعني اكد بدنا يعطوني تفاصيل اكتر وإلى هنا نكون قد انتهينا من مراجعة المسلسل إذا عجبك هذا الفيديو لا تنسى اكيد اللايك عليك تشترك تحت فقناة ازل حد الاعمال لك مشترك ضروري جدا يا صديق الجميل وشوفك اكيد الفيديو القادم سلام عليكم